مشاهدين دينا دلوقتي موجز مع أهم مؤخر الأخبار مع دينا تفضل يدينا شكرا لك باسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبد الفتاح سيسي اليوم في الدورة الخامسة من قمة منتصف العامة التنصيقية التابعة للاتحاد الافريقي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي لللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية النباد كما سيلقي كلمة أمام جلسة البيئة وتغيرات المناخية وعلى هامش الفعاليات يجري الرئيس السيسي مباحثات مع ماضيه الكيني ويليام روتو لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية وجه الرئيس السيسي كلمة للرئيس الكيني ويليام روتو للشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته إلى نيروبي للمشاركة في القمة التنصيقية للاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بخالص التقدير والشكل للرئيس الكيني على حصن الاستضافة وحفاوة الاستقبال وذلك خلال كلمته بسجل الزائرين كما أعرب الرئيس السيسي عن سعادته لتواجده بالعاصمة الكينية نيروبي متمنيا للرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم طلق رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني وليام روتو ونقل البرهان للرئيس الكيني خلال الاتصال أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا لللجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه نبخرجات القمة التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديسابابا مؤخرا مؤكدا سيادة السودان على أراضيه أعلن وزير الدفاع البريطاني بانوالاس في مقابلة صحفية أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم وقالت صحيفة سانديت عيمز أن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناكا الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل وأضف والاس أن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقادي أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي لكن بسبب إلغاء دائرة الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغيرات الأخيرة في تحديد الدوائر التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ومن المتوقع أن تزداد هذه المساحة المنكوبة مع اشتعالي 906 حرائق السبت في البلاد منها 570 حريقا خارج السيطرة وذلك وفقا للأرقام الوطنية الصادرة عن مركز رصد حرائق الغابات في كندا أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء ما لا يقل عن ألفين شخص بعد اندلاع حريق غابات وخرجه عن السيطرة في جزيرة لابالما وشهدت أجزاء كثيرة من جنوب إسبانيا ارتفاعا في درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تواصل لدرجات الحرارة الارتفاع هذا الأسبوع في إسبانيا وجنوب أوروبا أعلنت الجريدة الرسمية التركية رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوقعت وكالة رويترز وفقا لحساباتها أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20% لكل لتر ختم مجزء التاسعة فاصل ونوض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر